يعني شفت كخبير للأمن والمعلومات المشهد ده ازاي؟ مشهد اتصالي غريب جداً حد من العاملين بحزب الله أو حتى من المدنيين إنه كمان فيه وفيات وإصابات من المدنيين ماسك هذا الجهاز القديم يعتبر البيجر ومرة واحدة بينفجر في وجهه تحليل المشهد ده أمنياً ومعلوماتياً شفته ازاي أول مرة؟ طيب رقم واحد طبعاً عندنا الحروب السفرونية هي بدأت تلكي بظلالها نظراً لأن الناس زمان كان عندها اعتقاد إن آخر ما يمكن أن أنا تأذي منه هو سرقة معلوماتي أو سرقة بيانات أو سرقة حتى بعض الملفات اللي ممكن تكون خطيرة طبعاً الناس ممكن يكون مش دارج عندها كتير فكرة التفجيرات فكرة التحكم في الأجهزة بالمناسبة التفجيرات هي ممكن تحصل لابتوب ممكن تحصل لكمبيوتر لوحي عن طريق بايوس خاص به ممكن توصل للتلفونات بتاعتنا ده طبعاً موجود وده على فكرة في حوادث فردية حصل فيها الكلام ده هنذكرها طبعاً طبعاً إحنا اليومين اللي فاتوا شفنا نموذج لده ولكن نموذج موسع وبرى عن تفجيرات كبيرة جداً وصلت لأكتر من 3000 مصاب بدأوا يكونوا فيه إصابات خطيرة جداً عندهم وشوفنا طبعاً عدد 11 قطيل مرجح أن هما بالمناسبة يوصلوا يعني عدد يمكن في حالة حرجة كتيرة جداً بالضبط فللأسف يعني ده أمر واقع وده حصل طيب الناس لازم تفهم إيه لازم تفهم طبيعة عمل الجهاز طبيعة عمل الأجهزة بتاعتنا اللي موجودة يعني إيه ممكن جهاز ينفاجف يعني إيه أصلاً فكرة إزاي جهاز إزاي ده ممكن يتقف معايا إيه يحصل موجة انفجارية كبيرة خاصة بالجهاز اللي معايا فخلينا نوضح كالنط رقم واحد جهاز البيجر أو جهاز البيجر حسن نط يعني هو جهاز ممكن نقول قديم شوية الجهاز يمكن تم استخدامه في 1920 بدأ يتم إطلاق حاجة زي كده كان طبعاً بدائية أكتر من الأجهزة الموجودة دلوقتي جهاز تم استخدامه في الترسلات النصية أن أنا يجيلي أنا مثلاً بيعندي كود الكود ده زي رقم التليفون كده ولكن هو معرف الكود بتاعي اللي أنا بستقبل عليه الشراط النصية حصل من خلال الشراط النصية دي استقبال وإرسال بعض المعلومات بشكل ممكن نقول عليه آمن آمن بالنسبة للإستخدام بتاعه وطبعاً من هنا بدأت فكرة الإستخدام للأجهزة اللي هي اللاسلكية دي طيب أهميتها طبعاً في الوقت اللي احنا فيه أن هي لا تعتمد زي التليفونات على الشفاكات الخلوية يعني أنا مثلاً مش هلاقي مريض عنده القلب مثلاً زارع بعض الأجهزة في القلب وممكن يعني يتئذي من استخدام التليفون فبالتأكيد جهاز زي البجر هو كان آمن له إلى حد ما لأنه بيعتمد على فركوانسي مشابهة للراديو زي موجات مثلاً الإفقام وما إلى ذلك فهو إلى حد ما أأمن بيتم استخدامه في المستشفيات بيتم استخدامه في بعض الأجهزة طبعاً الأمنية على مستوى العالم بيتم استخدامه فيه أكتر من جهة لو فيه مثلاً منطقة نائية زي السحرة زي أكتر من منطقة ممكن ما يكونش فيها تغطية لشفاكة خاصة بالتليفون المحمول حالياً في الوقت اللي احنا موجودين فيه وبالتبعية هو يعتبر الحل بالنسبة للناس السفاري والناس الموجودة على المناطق النائية طيب هل استخدامه كان آمن؟ أو هل فكرة استخدام الأجهزة دي آمنة؟ وهل علاقته إيه بالتليفونات وأيهما أحدث؟ وهل الجيل الحديث بتاع أجهزة البيجر هل هو أعلى ولا التليفونات ولا إيه؟ طيب خلينا برضو نوضح أن أجهزة البيجر هي أجهزة أقل طبعاً من التليفونات هي الأجهزة في منها كذا إصدار الإصدارات المتعرف عليها مع الناس لا تقوم على أجهزة ملاحة يعني الحاجات المتعلقة طبعاً بالمافس والخرائط وما إلى ذلك الإصدارات الأديمة طبعاً ما فيهاش طبعاً لا بلوتوث ولا واي فاي ولا أي حاجة من الكلام دي وهي تعتمد فقط على زي ما قلنا شركات لاسلكية بتبس شراط وبترسل لها شراط وممكن تنبيهات صوتية طيب هل هو آمن؟ آمن لاستخدامه لو أنا استخدمته هل هو أأمن من التليفونات؟ اللي احنا شفناه بالتأكيد لا طيب هل هو فكرة التسليم المطلق التسليم المطلق للأجهزة التكنولوجية هل ده صحيح؟ تأكيد 30 عام؟ ترجمة نانسي قنقر